الناس دي عندها شخصية قوية ليه؟ لأسباب كتير خلينا ناخد الأحداث مبارح بالتسلسل اللي حصل يعني قبل المباراة شفنا الشغب الكبير جدا أعداد الجماهير التونسية اللي بتشجع التراجي كان كبير قوي الناس دخلت الملعب والناس يعني عملت الشغب وكان فيه قنابل مسلل الدموع من خلال الأمن التونسي عشان يتعامله مع الموقف وأحداث صعبة جدا جدا طبيعي قوي ان هي تأثر على أي حد طبيعي قوي ان هي تأثر على اللعيبة طبيعي قوي ان احنا كنا ممكن نشوفهم برح مش قادرين مثلا يلعبوا ومش مستواهم مش عارفين ينقلوا الكورة مش عارفين يوصلوا للمربا لا احنا شفنا عكس كده تماما بصراحة فانك تعرف تكسب او تعرف ان انت تتخطى الظروف دي فدي عشان انت عندك شخصية البطل عشان انت دايما ما بيفرقش معك ايا كان ايه الأحداث عشان انت دايما عندك خبرات مميزة جدا في التعامل مع مثل هذه المواقف عشان انت في الاول وفي الاخر اسمك الناجي الاهلي وانا بالمناسبة دي